الثامن والعشرون من محرم الحرام عام واحد وستين هجري في مثل هذا اليوم أدخل سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى مدينة بعلبك وقد استقبل أهل المدينة حاملي رؤوس شهداء كربلاء بالسكر والسويق والغذاء فلما رأت أم كنثوم عليها السلام هذا الفعل منهم قالت أباد الله كثرتكم وصلت عليكم من يقتلكم